ومحاسبته وأكرام المصيب لتتحول كويتنا من جوهرة الخليج إلى دولة النار والحريق والله ولي التوفيق صباح المحمد هذه أعزائي المشاهدين افتتاحية جريدة الشاهد بقلم الشيخ صباح المحمد وكانت هادفة أعزائي المشاهدين تتحدث عن الحرائق المشتعلة في كل مكان في البلاد نذهب معكم إلى جريدة النهار وجريدة النهار اليوم عنوانها الرئيسي كما تشاهدون الدائرة الواحدة الحل هذا العنوان الرئيسي في جريدة النهار دعونا نشوف باقي العنوين الأغلبية تدفع باتجاه إغرارها حتى لو خسرت المجلس الحالي واغطاب تدعم نظام العشر الحربش يحذر من محاولات تفجير المجلس والأكثرية تستعد لأخذ دورها في الاستجوابات العبد الله الحكومة تؤيد إنشاء لجنة القيم حريق أمغر متعمد ومدبر لإخفاء الحقيقة عن حادث رحية الشؤون حملات مكثفة لضبط مخالفات الشركات الخبر الأخير في جريدة النهار الصحة 12 جهاز رني المغناطيسي تدخل الخدمة قريبا هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة النهار مثل ما شفتوا عزال مشاهدين جريدة النهار ركزت على تصريحات نواب الأغلبية حول أغرار قانون الدائرة الواحدة نذهب إلى جريدة الصباح وجريدة الصباح مثل ما تشوفون عنوانها الرئيسي العدالة أبطلة الظلم وأنصفة الشرفاء وهي يعني بالتأكيد حكم محكمة الوزراء ببراءة الشيخ ناصر المحمد هذا العنوان الرئيسي في جريدة الصباح مصادر سياسية وغانونية طالبت بطي صفحة التحويلات التي أهدرت وقت وجهد السلطتين شهورا طويلة من غادوا الهجوم على المحمد تراجعوا أمام الغضاء خوفا من العقاب على شهادة الزور رئيس الوزراء السابق احتمل بصبر وثبات المحاولات الشرسة لتشويه سمعته والإساءة إليه الشهود أجمعوا على سلامة إجراءات التحويلات وآلياتها مطبغة منذ الستينات مسلسل المس بكرامة الشخصيات ينبغي أن يتوقف حماية للأبرياء فوضى ملاحقة المسؤولين والمواطنين باتهامات جزافية لابد أن تواجه بتشريعات حازمة تردع العابثين بالقانون نواب لنحترم أحكام الغضاء ولجنة التحقيق البرلمانية غير دستورية نواب سنتجاوز حادثة الجواهل لنتفرق للإنجاز أكدوا ضرورة التفاة للقوانين المتعلقة بالتنمية دون الإنجرار وراء الأزمات الدغباسي لن يستطيعوا بتصرافاتهم تحويل المجلس إلى سرك الدمخي الحوادث الطارئة لن تعيقنا عن ملاحقة الفساد الطبطبائي الشعب مطالب بمراقبة الأحداث في المجلس رش الصباح للبراك لم أتعود على الكذب والدعاءاتك لا أساس لها من الصحة العبد الله استقالة الشمالي قبل صعود للمنصة إشاعة أكد تأييد الحكومة إنشاء لجنة قيم برلمانية التحويلات استمعت لأقوال أرزوقي وسفيرنا في جنيف البراهيم جادون في مواجهة أزمة الحراغ والخبر الأخير في جريدة الصباح الداخلية سبع آلاف مخالفة خلال يومين هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة الصباح ومثل ما شفتوا أعزاء المشاهدين جريدة الصباح ما زالت تركز على الحكم التاريخي لمحكمة الوزراء ببراءة الشيخ ناصر المحمد نذهب إلى جريدة الوسط وجريدة الوسط اليوم عنوانها شوي يعني متوسع على النطاغ الخليجي وهي تطالب بكندوفرالية خليجية الاتحاد على قمة التعاون هذا العنوان الرئيسي في جريدة الوسط قادة الخليج يناقشونه غدا في الرياضة حيدر والدويلة هو محافظ المركزي أمام الإداعات اليوم التحويلات استمعت أمس بحضور رزوقي وجطيلي فانوان آخر في جريدة الوسط البراك ردا على رشا الصباح لم تستطع أن تنكر إشارة استحسانها للجوهل العبدالله الشمالي سيواجه الاستجواب والحكومة تؤيد تشكيل لجنة قيم برلمانية والخبر الأخير في جريدة الوسط التشريعية تناقش اليوم قانون قطع العلاغات مع نظام الأسد هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة الوسط التي تركز على قمة التعاون في الرياض نذهب إلى جريدة الكويتية وجريدة الكويتية اليوم فيها عنوين مختلفة تقريبا العنوان الرئيسي في جريدة الكويتية البنك الدولي يقدم قانون التفليسة لمجلس الأمة هذا العنوان الرئيسي في جريدة الكويتية تعليمات صارمة بإقاف طعوم الطلبات المريبة السلطان معلوماتنا عن التحويلات تقلب ما نشر فوق تحت المسلم ملايين من الأموال العامة لم تصرف للمصلحة العامة الأعلى للخصخصة والفني لمبادرات تضارب وهذر للمال العام الجميعان نواب الأمة بحاجة إلى دورات تدريبية هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة الكويتية نذهب أعزائي المشاهدين وصراتنا التو أثناء عرض البرنامج جريدة الوطن وجريدة القبس نحاول نأخذ لكم أبرز عنوينها جريدة الوطن عنوان الرئيسي محمد العبدالله الشمالي لن يستغيل وزير المالية يصر على صعود المنصة لتفنيد محاور الاستجوابين وشكل فريق عمل لإعداد مذكرتين للاستجوابين والحكومة متمسكة به ومتخوفة من طرح الثقة عضو في الأغلبية يروج لتدوير وزاري ليحمل الشمالي حقيبة قير المالية الدلال نستعجل لجنة القيم البرلمانية وننتظر كتاب السعدون عن عقوبات الجوهل الفضل الدفاع عن فعل الجوهل مغامرة خاسرة ولكن لا تنسوا من تسابغوا لشتمة الغانم نمر بمرحلة عنق الزجاجة جاسم إمهلهل يدعو لربط الجوهل بسارية العلم وجلدة مكتبنا الصحي في فرانكفورت يستعيد 400 ألف يورو من طبيبة مزورة هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة الوطن نذهب إلى جريدة القبس وجريدة القبس اليوم عنوان الرئيسي يتعلق بكتلة الأغلبية العنوان الرئيسي في جريدة القبس أعزاء المشاهدين الأغلبية تسعى إلى إزالة العواق أمام الدائرة الواحدة مثل ما شفته الدائرة الواحدة يعني عنوان رئيسي كان في أغلب صحفنا المحلية وهي تصريحات لنواب الأغلبية محاولات لاستدراك التنسيق بشأن استجوابي الشمالي القانم سأكشف عن فساد مالي لا يحدث إلا في الكويت السلطان هو للسرقات التي ستكشفها التحويلات سيصعق الناس المطر يهدد باستجواب بيئي المبارك الشايع الحكومة تتقاعس في التنمية الحراق في أهدة أمن الدولة تبادل مسؤولية بين الأطفاء والداخلية قرارات توزيع الزيادات في الحكومة اليوم هذه تقريبا أبرز عنوين جريدة القبس أما جريدة الأنباء أعزائي المشاهدين فكان عنوانها الرئيسي إسقاط خمسين بلمية من قروض الإسكان عنوان الرئيسي في جريدة الأنباء وهي تقول أن هذا المخترح موجود اليوم على مائدة مجلس الوزراء العبدالله الحكومة توافق على القيم برلمانية والشمالي يواجه الاستجواب هذا تقريبا أبرز عنوين جريدة الأنباء أما جريدة عالم اليوم فكان عنوانها الرئيسي يتعلق بالغمة الخليجية السعودية تعلن الاتحاد الخليجي قدن الغمة التشاورية ستؤكد خصوصية أعضاءها والبحرين أول منضمين وباغي دول التعاون ستطلب مزيدا من الدراسة قبل الانضمام إلى الاتحاد التحويلات المحمد لم يعتذر عن اجتماع الغد استمعت إلى اجطيلي ورزوقي ومعرفي الأغلبية تناقش التعديلات الدستورية السبت الحربش نتوقع محاولات لشق الأغلبية وتفجير المجلس من الداخل الله يستر المسلم لا تركزوا على الجاهل وتتركوا معازيبها التدميريين القانم سأكشف عن كارثة استيلاء على المال العام قريبا هذا تقريبا أبرز أنوين جريدة عالم اليوم مثل ما شفتوا أعزاء المشاهدين كانت يعني اهتمامات الصحف اليوم مركزة يعني بشكل كبير على تصريحات وزير الإعلام الذي ذكر أن وزير المالية مستعد لصعود منصة الاستجواب وأيضا يعني تصريحات كتلة أغلبية للدفع بالدائرة لإغرار غانون الدائرة الواحدة هذا كل ما في صحفنا المحلية الصادرة اليوم الأحد نتمنى أن تكونوا قضيتم معنا وقت ممتع وإلى اللقاء في حلقات قادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة